مداهمة حوالي الساعة السادسة صباحاً بمنطقة زاوية الشيخ ضواحي بني ملال أفضت إلى توقيف إبراهيم ذي الواحد والعشرين سنة في بيت والديه للاشتباه في صلطه بتنظيم داعش الإرهابي وقد حجزت عناصر المكتب المركزي للأبحاث والشرطة القضائية لديه حواسيباً مجموعة من الهواتف النقالة شرائحاً لحفظ المعطيات الإلكترونية أيضاً اعتقال مفاجئ شكل صدمة لأسرة وجيران هذا الشاب إبراهيم شاب في مستوى البكالوريا تفرغ لحفظ القرآن وعلومه بالعديد من الجمعيات القرآنية ومن الشباب الذي يطمح لتغيير واقعه الاجتماعي وإلى تحقيق الاستقرار المادي لأسرته الجيران والأهل لا يختلفان على كونهم لم يلحظوا في سلوكاته أي عضوانية ولم يكن حاملاً لأي نوع من الأفكار المتطرفة في وقت يتواصل البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة لإثبات أو نفي التهم الموجهة إليه وقد تم توقيف شاب آخر في الرابعة والثلاثين من عمره بزوية الشيخ ضمن خلية مكونة من أحد عشر شخصاً في مدن مغربية متفرقة كانت حسب بلاغ لوزارة الداخلية تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بإعاز من منسقين بأحد فروع تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر